كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن إمكانات بيلاروسيا في مجال إنتاج المعدات الزراعية معروفة في الريف المصرية هذا وأضاف مدبولي أن جهود البلدين تسهم في زيادة معدلات التصنيع المشترك في مختلف المجالات حيث أن الإمكانيات البيلاروسية في إنتاج المعدات والميكانة الزراعية والجرارات معروفة في كافة ربوع الريف المصري وتساهم جهود بلدين في زيادة معدلات التصنيع المشترك في هذا المجال وغيره من المجالات التقليدية والمستحدثة سواء بسواء فضلا عما توفره مصر من مزايا وحوافز يمكن الاستفادة منها من جانب المستثمرين البيلاروسيين ومما لا شك فيه أن الوفد المرافق لدولة الرئيس من المدراء التنفيذيين للعديد من الشركات البيلاروسية المرموقة يعكس ما نتطلع له من دعم دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية في بلدين ومن هنا فإننا نتطلع لعقد منتدى رجال الأعمال المشترك على هامش زيارة دولة الرئيس إلى مصر وما سيسفر عنه من نتائج مثمرة في هذا الشهر